اثنية بطاطس بالمشروب مش بالخضار عندنا اثنين كيلو من البطاطس المهروسة والمسلوقة وطبق مشروب شرايح كوبايتين من البصل الاخضر كوباية بصل ابيض وكعبات صغيرة وكوبايتين من الجبنة الموتاريلا وملح وفلفل اسود وللوش كريمة طهي او بديل كريمة الطهي يلا بينوك على النار والاثنين بيدخلوا الفرن وانا بحب جدا وصفات الفرن لانها مش مفاش متابعة فاهمين؟ حاجة عملتها ودخلتها الفرن وخلاص نسيتها هجيب كده ايه؟ البصل الاخضر والمشروب والبصل الابيض جنبي هحط شوية زيت في الوك كان ممكن احط شوية زبدة لو حبة يعني بس ممشيها زيت مش مشكلة وحنستنى بقى ايه؟ الوك تسخن كويس جدا انا ما عنديش مشكلة ان انا نزل البصل ايه سخنة اصلي هستنى انما البصل يتحمر شوية او ياخد تشويحة بسيطة ويبدأ كده الزيت يسخن كويس او يحققو منزلها المشروب وهجهز وصفة البطاطس او هجهز طبقة البطاطس في طبق بايركس دلوقتي معاكم عشان نشتغل ايه لاتنين في نفس الوقت نعمل في ايه يا سورة؟ تعالوا نعمل في دي يلا بينا هاخد الطبق البايركس بتاعي هحط فيه بردو شوية زيت البطاطس دي انا مش حطا لها اي حاجة ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة فهحط لها كل حاجة وانا في الطبق كده واقلبه معاها او ممكن ارش على الوش هلبس جوانتي عشان نفرد بأدية وهنبدأ دلوقتي نعمل طبقة من البطاطس طبقة البطاطس دي مش بالضرورة تكون بطاطس مكعبات ممكن تكون بطاطس قصدي بيوري ممكن تكون بطاطس مهروسة مسلوء مشوية في الفرن ممكن تكون بطاطس محمرة بس هتبقى تقيلة قوي لو كانت البطاطس محمرة ممكن تبقى بطاطس مسلوء او بتقطع مكعبات زي الوصفة اللي قابليها عادي جدا مش هيفرق حقيقي في اي حاجة هوزع الزيت شوية في الطبق وبإيدي كده ندهن القاع كله هاخد البطاطس دي بالشكل ده وحاجي احط هنا المشروم حدي المشروم تقليبة مع البصل وححط له كمان البصل الاخضر وحخليه كل الكلام ده يتشوح حاجي احط هنا رشة من الفلفل انا بحب فلفل اسود كتير على البطاطس البيوري بيخليها جميلة هحط كمان رشة من الملح وححط كمان رشة من جسط الطيب هقلب كده اي فوتت وقعت هجبها في شوية في الطبق كمان هاخدهم موضوع بسيط ما تشغلوش نفسكو يعني ايه بعجم شديد يعني هي انا اصلا رشهم فمتوزعين وحاجي كده ووزعي البطاطس طبقة متساوية في الطبق كله بس كده زي الفل حاجة بص هنا شوف ايه الاخبار ممتاز كله بيتحمر او بيتشوح بمعنى اصح وانا عايزة بس ااخد شوية اطراف كده ايه دهبي كده جميلة وشايفين عشان الخرارة عالية المشروب ما نزلش مية ولا اي حاجة وكل امورنا تمام وانا هنا برضو كل اموري تمام حلم بس كده كل الاطراف دي اسويها زي الفل خلصنا من طبقة البطاطس ومستنين بقى ايه نكمل طبقة المشروب اخدت تشويحة الامر بتاعتها وانا مكتفية جدا بهذا القدر مش عايزة اهري المشروب خالص وادبله حاجة دلوقتي ادي المشروب او خلينا احط الاول الكريمة هحط له شوية كريمة ممكن بديل كريمة الطهي ممكن شوية لبن بنشا ممكن شوية مرأة بنشا كل دا ينفع يا جماعة وحيديني النتيجة ممتازة لكن يعني اه اللي موجود ينفع حقيقي محدش هو قافة على الكريمة في اي حاجة يا جماعة بديل كريمة الطهي في الوصفات السخنة بيحل محلها بكل بساطة انا كل مرة باستخدم بديل كريمة الطهي فقلت بس استخدم الكريمة يعني ايه كنوع من الانواع التنوع يعني عشان ما بقاش زهقتكو كل مرة بديل كريمة الطهي بديل كريمة الطهي فهو برضو اللي بيحب يستخدم كريمة ومعندوش مشكلة في سعرها بنعمل برضو بيها وصفات لان ده طبعا برنامج طبخ طبيعي انه يرضي جميع انواع الوصفات وجميع انواع الميزانيات وجميع انواع الامكانيات فكل مرة بنستخدم بديل كريم تطهي في كل وصفاتنا فعلا بس المرة دي ايه قولنا نغير شوية تبليبة كده وانا مش عايزة اكتر من اللي انتو شايفينه ده حاجة ممكن تحط شوية تحط مكعب مرأة لو حابين حاجة على الوش ونحط خليط المشروع كامل هاخد كل حاجة مش هسيب اي حاجة وهوزع للشكل ده اللي هيحصل دلوقتي ان البطاطس طبعا هتشرب من طعم المشروم وهتشرب كل الصوس الكريمي اللي احنا حطناه لحابب يغرق اها كريمة يا جماعة براحتو كل واحد بقى والمزاج بتاعه ما فيش مشكلة انا بديكم الفكرة الاساسية ولكن في المجمل انتو احرار تعملوا اللي انتو عايزينه بالزاد في الطبخ مادم مش عجن مش عيش مش كوكيز مش شكاح مش وصفات من اللي فيها دقة لأ وصفات الطبخ من الوصفات اللي فيها رغبات شخصية طبعا كتير فنقدر ننوع على حسب زوقنا ما فيش مشكلة ابدا وحاجي كده اوزع شوية جبن على الوش نوزع 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 بالشكل الامور ده وحاجي اخد الطبق ده زي ما هو كده على الفرن عدل نبس ايه الحتة الكبيرة بصغرها عشان متبقاش كوتل كده تبقى متوزع كويس طي الفرن الفرن التاني برضو احنا مساخنين وحناخد الطبق الجميل ده ندخله فيه حاجة يعني ايه يا وعدي على الاخر بص يا حمدي بص يا حمدي الكلام الكبير اللي طول عمل الفرن ده شكرا